للوقوف على نتائج دراسة وتقييم أعمال صندوق الطاقة المتجددة خلال السبع أعوام الماضية ودوره في ترشيد استهلاك الطاقة في المملكة أكد وزير الطاقة أن الصندوق يعمل على خلق بيئة حاضنة لتطوير مشاريع في مجال كفاءة الطاقة الصندوق يستطيع ويتمكن من خلق هذا الإيكوسيستم الذي يمكن من خلاله إيجاد هذه الشركات مؤسسات للقطاع الخاص التي تعمل أيضا مع القطاع الخاص والقطاع العام لتقديم هذه الخدمات نحن بموضوع الطاقة المتجددة والحمد لله يمكن من أفضل الدول نحن حتى على مستوى العالم الصندوق أنجز خططه منذ بدء عمله في عام 2014 بتحقيقه نقلة نوعية منظمة لبرامج وطنية ذات أهداف ومؤشرات واضحة ساهمت بمجملها في تحريك السوق وتمكين المواطني من تحمل فاتورة الكهرباء الشهرية وتخفيض مؤشر كفاءة الطاقة بنسبة 25% الأردن حقق قصة نجاح من العام 2014 حتى العام 2018 بمجال الطاقة المتجددة وللأمانة هذا إنجاز كبير يعني عندنا 2400 ميجا داخلين على الشبكة اليوم لكن أيضا هذا أمر يعني يحتاج إلى الاستمرارية اليوم قضايا الترتيبات الدولية للأردن أولى والأردن الرابع أو تراجع بالترتيب هذا موضوع يخضع لحجم المشاريع للتنفذ الدول سنويا نقدم الدعم لصندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة في فتح نافذة منافسة للشركات الصناعية للتقديم وتلقي الدعم في إجراء عمليات تدقيق للطاقة وتنفيذ أنشطة كفاءة الطاقة في هذه الشركات أعتقد أن من الممكن لهذه الأنشطة بشكل عام المساهمة في تحسين تصنيف كفاءة الطاقة في الأردن ككل وتم البدء بمشروع الأنشطة الخضراء في المنشآت الصناعية بعد منتصف عام 2020 والذي يتم تنفيذه بالشراكة مع وزارة البيئة وشركاء من القطاعين الخاص والعام بهدف توفير شروط وإطار عمل متطور للقطاع الخاص من أجل الحفاظ على البيئة والإنتاج الموفر للموارد